حول التطورات في تعز انضمي لنا ومراسلنا محمد الحذيفي محمد أهلا بك ما هي آخر حصيلة لضحايا القصف الصاروخي من قبل الميليشيات على قرية الميجر غرب تعز آخر حصيلة القتلى حتى الآن ثمانية قتلى بينهم نساء وأطفال الإصابات أكثر من عشر أفراد كلهم من أسر واحدة أو من أسر متقاربة صاروخ باريسي تم إطلاقه بحسب السكان المحليين في المنطقة من معسكر الغازية الواقع بين منطقة حيس والخوخة التابع لمحافظة الحديدة كان يستهدف مدينة تعز لكنه سقط في قرية الميجر التابع لعزلة شمير في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز في ساعات متأخرة من الليلة الماضية الحصيلة السكان وشهود العيان الذين تحدثوا المصادر المؤكدة على أنهم لا يزالون يجمعون أو يبحثون تحت الأنقاض عن امرأة مفقودة وطفل آخر لا يزالوا مفقودين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة هذه القريمة الثانية التي ترتكبها المليشيات الإنقلابية خلال 24 ساعة على شرف وصول المبعوث الأممي إسماعيل والد الشيخ إلى مدينة عدل لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هذه المجزرة الأولى كانت تستهدافها منزلا سكانيا في سوق الصميل وسط مدينة تعز راح ضحيته امرأة وإصابة ثلاثة من أبنائها بينهم طفل لم يتجاوز وطفلة لم تتجاوز الثانية من العمر محمد ماذا عن تطورات الميدانية خاصة وأن القوات الشرعية تتقدم ميدانيا في طريقها إلى المخة غرب تعز نستطيع أن نقول على أن التقدم القيش الوطني يصير بخطة متوازية متزامنة ما بين ثلاثة محاور تتجه نحو الهدف الرئيسي وهو مدينة وميناء المخة لقطع شرائيين التهريب التي تقوم بها العصابات الإيرانية وتنمد بها الإنقلابيين المحور الأول وهو محور ذباب الذي وصلت فيه قوات الشرعية إلى منطقة الجديد وهي بالاتجاه نحو منطقة واحجة والكدحة التي لا تبعد عن ميناء المخة سوى عشرين كيلو متر مربع وصلت إلى مدينة الجديد وتقدمت منه هي الآن بحسب مصادر العسكرية ما بين منطقة الجديد ومنطقة الكدحة في انتظار أن تقوم فرق الهندسية لنزع للغام بتمشيط المنطقة ونزع للغام المحور الثاني وهو محور مقبنة الذي يتجه من اتجاهين الاتجاه الأول جبل غباري مفرق الوازعية مدينة البرح غربا المفرق الثاني جبل المنعم الرمادة هقدة لقطع خطوط الإمداد هذه ثلاثة محاور تصير باتجاهات متوازنة بخطوط متوازنة طبقا للخطة المرسومة من قبل قيادة الشرعية وقوات التحالف العربي نعم مراسلنا محمد الحذيفي شكرا جزيلا لك